زمان اول ما تعلمت شطرنج بدأت احس ان انا فعلا لعب محترف اول ما بقى لي يعني ايه يعني افتتاح شطرنج شامل ضد اي دفاع بالاسود تعال بقى خليك انت كمان لعب شطرنج محترف واديك ابسط او ابسط افتتاح شطرنج بالابيض شامل ضد اي دفاع بالاسود فتبعنا للنهاية ولكن في البداية كده فكرك انك تعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل الفيديوهات اللي تزود مستواك في الشطرنج ايه هو الافتتاح اللي احنا هناخده ابسط افتتاح وهو بساطة انك هتلعب اول نقلة نقلة هناخد ايه في الفيديو ده وهناخد لو خصم يفكر ان هو يلعب او بيسموه الدفاع الفرنسي او لو خصم يفكر ان هو مش هيلعب ولكن هيلعب دفاع الكاروكان او لو خصم يفكر ان هو يلعب من اشهر الدفاعات بالاسود الدفاع الصقلي او لو خصم يفكر ان هو يلعب اكتر برضو نقلة مشهورة وهي نقلة الفيديو هتلاقيه من تحت متقسم ممكن تتنقل لأي جزء انت عايزه ولكن احفظ الفيديو ككل واسمعه كذا مرة لاني فعلا الفيديو ده وهيفرق معاك جدا في البداية باشكر منتسبين القناة دلوقتي انت تقدر تنتسب للقناة هتاخد تلات كورسات بالاضافة ان احنا ممكن نلعب مع بعض تعال نبدأ باول افتتاح للاسود بعد نقلة وهو الدفاع السكلي هيلعب هنا الاسود نقلة السي فايف فكرة نقلة السي طبعا انا بلعب نقلة ال اي فور طالب ان انا العب دي فور وسيطر اكتر على مركز الرقعة فبالتالي هو بيحتاج ان هو يمنع النقلة دي فبيلعب هنا نقلة السي فايف بفكرة ان انا لو لعبت نقلة الدي فور بياكل بيدأ في بيدأ وهنا لو فكرت ان انا اكل بالوزير ساعتها بينطب الحصان طالب الوزير بتاعه وبيكسب عليها تمبو او بيكسب عليها انتشار بخسر وقت في الافتتاح فبالتالي المفروض ملعبش نقلة الدي فور ولكن النقلة اللي انا برشحالك هي نقلة الدي فور فعلا بس بعد ما بياكل بيدأ في بيدأ انت مش هتاكل بالوزير ولكن في الموقف ده هتلعب سي سري هتزيح البيدأ طالب النقلة الجاية انك تاكل بيدأ في بيدأ ومعاك بدائين اقوية في مركز الرقعة فبالتالي افضل حاجة للاسود انه هو ياكل بيدأ في بيدأ وهنا انا باكل بالحصان كده انا ضحيت ببيدأ مقابل الانتشار هنا انا منتشر بقطعة بالاضافة ان انا فاتح لكل القطعة بتاعتي في المقابل الاسود مش منتشر بولا قطعة ومش فاتح لولا قطعة من القطعة بتاعته طيب ايه التعويض اللي هيكون معي عشان في ناس كتير مبتدئين وانعارف الكلام ده بيخافوا ان هم يعملوا جنبيت ولكن جربوا الكلام ده وهتلاقوه فعلا بيجيب معاكو نتائج قوية جدا في الموقف ده هيلعب مثلا نايت سي سيكس هينتشر بالحصان نقلة منطقية جدا انت كمان هتنتشر بالحصان هيلعب هنا مثلا دي سيكس وهنا انا هلعب بيشوب سي فور هنتشر بالفيل بتاعي ميزة الافتتاح ده انه هو فعلا بسيط جدا انت مش محتاجك تحفظ كتير فكرتي ان انا بعد شوية انا عايز ابيت اجي بالوزير بعدين اجي بالرخ هيا دي النقلات اللي انت محتاجك تحفظها تعالوا نشوف في الموقف ده ممكن الاسود يفكر ازاي هنا الاسود ممكن يفكر نقلة منطقية انه هو عايز يخرج بالفيل قبل ما يزيح البيدأ فبالتالي الفيل يبقى برس سلسلة البيادة نقلة منطقية جدا ولكن النقلة دي بتخليه يخسر الضل مباشرة في الموقف ده انا باكل في في بيدأ نقلة قوية جدا ياكل بالمالك بنط بالحصان كش مالك النقلة اللي بعديها باكل وزير في فيل وكده انا قريدي كسبت بيدأ بالاضافة طبعا انا موقفي احسن هو مش هيعرف يبيت فاذا اول نقلة نقلة بسيطة نقلة البيشوب جي فور سوري نقلة البيشوب جي فور بكسب الدور بسهولة تعالوا نشوف نقلة تانية وهي نقلة خلاص هو مش هيخرج بالفيل احنا قلنا ان خروج الفيل نقلة منطقية ولكن مش كويسة خلاص هو هيلعب هيقفل على الفيل بتاعه طالب انه هو ينتشر بالحصان وبعدين ينتشر بالفيل في الموقف ده انا هكمل ازاي انا هكمل برضو في الفكرة بتاعتي او الخطة بتاعتي وهي ببساطة ان انا ابيت ينتشر بالفيل وهنا انا هلعب اتو احفظوا الخطة دي بعد ما بنتشر بالقطع بتاعتي ببيت باطلع بالوزير وباجي بالرخ في وش الوزير بتاعته او في وش الوزير بتاعه بعمله مشاكل كتير في الموقف ده وهو هينتشر بالحصان وهنا انا هلعب روك دي وان نقلة قوية دلوقتي انا طالب ان انا ازيح البيداء المشكلة انه هو الوزير ملوش مربعات كتير يعني مسلا لو فكر ان هو يجي بالوزير هنا فانا ممكن افكر انا اطلع بالفيل بتاعي كسبان تيمبو او كسبان انتشار على الوزير بتاعه لو فكر ان هو يخرج بالوزير هنا ممكن افكر ان انا انطب الحصان هبقى طالب وزيره وكمان طالب البيداء او ممكن افكر ان انا اجي بالفيل ضغط على البيداء بتاعه ولو فكر في الموقف ده ان هو يبيت خلاص انا بالعب نقلة قوية طبعا لو كانت بالحصان انا باكل ما وبتقدرش تكلني وإلا باكل الوزير بتاعك. فبالتالي انت مضطار انك تمشي بالحصان. طبعا لو مشيت في اي مكان غير المربع ده هتخسر الدور. يعني لو فكرت مثلا انك تمشي هنا. فخلاص انا باكل بيدأ في بيدأ في حماية الرخ بتاعتي. وكده انا كسبت الدور. ما لش انا اسف. فايزا في الموقف ده افضل حاجة لي انه يلعب نايت ايت يرجع بالحصان يدافع عن البيدأ. وهنا ببساطة انا هاكل البيدأ في بيدأ. هفتح للرخ بتاعتي. هياكل يا اما بالحصان يا اما بالفيل. طبعا تفرعات كتيرة ولكن ده ابسط افتتاح انت ممكن تحفظه. افعلا ليك افتتاح شامل بالابيض. لو فكر انه هو ياكل بالفيل طبعا يعني لو اكل بالفيل الحصان بتاعه هو واقف ورا. هنا انا بلعب بشو بجي فايف بقول له هات الوزير بتاعك. نقلة قوية. طبعا لو فكر انه هو يخرج بالوزير فانا انتشرت بالفيل بتاعي تمبو. يعني انت شرط كسبان تمبو عليه مهدد الوزير بتاعه. وطبعا لما يمشي بالوزير هنا ما بيقدرش ينتشر تاني بالحصان لان ببساطة واكل الفيل بتاعه. ولو فكر في الموقف ده ان هو يرجع بالفيل فانا باكل الوزير بتاعه. ولو فكر هنا ان هو يطلع بالحصان فالفيل ده هيبقى ضعيف جدا. ممكن افكر ابسط حاجة ان انا اجوز على الفيل الضعيف بتاعه. فبالتالي في الموقف ده هو ممكن يفكر ان هو يلعب وهنا خلاص انا باكل في بيدق كسبت بيدق وبعدين باكل بالوزير انا في الموقف ده استردت البيدق اللي انا كنت خسرانه وطبعا موقفي كويس جدا بعد نقلت ضاغط على الفيل بتاعه في الموقف ده انا بكسب الدور. فبالتالي في الموقف ده بعد نقلت بيدق في بيدق خلاص هو مش هيكل بالفيل ولكن ممكن يفكر ان هو هيكل بالحصان. هنا انا بكمل في نفس الاستراتيجية بتاعتي. قطعي كلها واقفة في احسن مكان. محتاج ان انا انشط بس الفيل بتاعي. هخرج بالفيل ببساطة. ضاغط على الحصان بتاعه. طالب ان انا انطب الحصان اضغط اكتر على الحصان بتاعه. هنا ممكن يفكر ان هو يلعب اي فايف عشان يخلص من الضغط ده. ببساطة باكل حصان في بيدق. بعدين باكل في الحصان. وكده انا دوري كويس جدا. كل قطع واقفة في احسن مكان. فالموقف ده انا ما بقيتش خسران بيدق خلاص. هوريكم الدور ممكن يمشي ازاي ولكن طبعا انت مش محتاجة تحفظ اكتر من كده. ممكن هنا يفكر ان هو يلعب مثلا كوين سي سيفن. ينتشر بالوزير بتاعه عشان يمشي من يفكر ربطة بتاعة الحصان. طالب او ضاغط دلوقتي انها ممكن ياكل وزير في فيل في حماية الحصان بتاعه. ساعتها في الموقف ده وبساطة بلعب بحمي الفيل بتاعي. نقلة وزير في فيل ما بقتش موجودة لاني باكل بالبيدق. نقلة حصان في فيل طبعا مش موجودة لاني مازال الحصان لسه مربوط بالفيل. تلعب مثلا كوين سي سي سيكس بتفك الرابطة بتاعة الحصان. وفي نفس الوقت مانع نقلة النايت دي فايف لاني نقلة النايت دي فايف هبقى طالب الوزير بتاعك وكمان هبقى طالب الفيل. فممكن تفكر انك تلعب كوين سي سي سيكس. بلعب برضو نايت دي فايف نقلة قوية. طالب الفيل بتاعك. طبعا لو فكرت انك تحمل فانا ممكن افكر ان انا اكل في وقت من الوقات حصان في فيل. ولو فكرت انك تمشي بالحصان فانا باكل حصان في فيل. تاكل بالحصان. باجي بالفيل رابط الحصان بتاعك. الحصان خلاص انت بتخسره. لو فكرت انك تمشي بالحصان. انا باكل الرخ. ولو فكرت انك تيجي بالرخ. فانا خلاص باكل فيل في حصان. وكده انا قريدي كسبت قطعة في الموقف ده. افضل حاجة ليك انك تنتشر بالفيل وانا اكل وزير في فيل وانت تاكل رخ في فيل وفي الاخر هينتهي ان انا معايا قطعة زيادة في الموقف دو فبالتالي بعد نقلة الدفاع السكلي النقلة دي ما بخافش منها خالص انا بلعب دي فور سي سري ياكل اكل بالحصان بعدين انتشر بالحصان وبالفيل بتوعي في افضل اماكن طالب ان انا النقلة اللي بعديها ابيت وبعدين انتشر بالوزير بعدين اجيب الرخ بتاعتي في مربع دي في وش الوزير بتاعه طالب ان انا في وقت من الوقات ازيح البيضة ساعتها ابقى فتحت العمود اللي الروخ بتاعتي واقفة فيه فوش الوزير بتاعه بعد كده بنتشر بالفيل اذا كان في مربع او ال او ال جي فايف على حسب وضعية الوزير بتاعه فبالتالي افتتاح قوي جدا وفي نفس الوقت افتتاح سهل جدا انك تلعب في دوارك تعال نخش على تاني دفاع للاسود بعد نقلة ال اي فور وهو ان خصمي مش هيلعب نقلة السي فايف ولكن خصمي هييلعب نقلة سي سیکس دفاع الكاروكان اي فور خصمه هييلعب سي سیکس دفاع الكاروكان وهنا فيه قاعدة مهمة جدا لازم تبقى عارفها ان خصمي لو لعب اي حاجة ما منعليش بها نقلة ال دي فور ساعتها هتكون افضل نقلة ليا هي نقلة ال دي فور يعني في الموقف دوا خصمي لعب سي سیکس ما منعليش نقلة ال دي فور فبالتالي افضل نقلة ليا هي ان انا unintention عالى دي فور لان في الفيديو دو انا مغطي اقوى واشهر اربع ردود للاسود على نقلة ال اي فور ولكن تعال نفترض مسلا ان انت بتلعب فضور ولعبت اول نقلة اي فور والاسود لعب لك اي فايف ساعتها تيجي تمسك في خناقي وتقول كاسبرو في العرب ما اغطاش النقلة دي لأ طبعا هي نفس الفكرة هي هي هنا هو الاسود لعب نقلة ما منعتلكش نقلة الدي فور فبالتالي افضل نقلة اننا لعب دي فور وسيطر كويس جدا على مركز الرقع تعال نرجع لدفع الكاروكان اي فور بيلعب هنا سوري مش سي فايف ولكن بيلعب سي سي سيكس بلعب دي فور وهنا هو بيلعب دي فايف باكل بيدأ في بيدأ اسهل نقلة ونقلة قوية للابيض وهنا طبعا لو فكر ان هو ياكل بالوزير فانا بكسب عليه تيمبو او بكسب عليه انتشار يا اما بكسب الانتشار دو بالحصان بقول له هاتي الوزير بتاعك بيضطر ان هو يضيع وقت بالوزير وطبعا الوقت دو انا استغلته ان انا انتشرت بالحصان بتاعي او ممكن افكر ان انا اكسب وقت عليه ان انا العب سي فور برضو هيتطر ان هو يخسر وقت بالوزير وساعتها يبقى استفدت انا ان انا سيطرت سيطرة كويسة على مركز الرقع فبالتالي تسعة وتسعين في المية من اللي بيلعبه كاروكان بيكلوا بالبيضة وهنا انا بلعب بيشوب دي سري مهم جدا في الافتتاح دو انك تنتشر الاول بالفلين بعدين تفكر انك تنتشر بالحصان هنا انا بلعب بيشوب دي سري بانتشر بالفيل بتاعي الفيل هنا مكانه كويس جدا لو خرجت من هنا ممكن يتهدد فلا انا بخرج في مربع في نفس الوقت خصمي لما بيبيت الفيل هنا بيبقى ممكن يبقى فيه تضحيات بيبقى فيه جمعة الملك بلعب بيشوب دي سري بيلعب نايت سي سيكس حامق او مهدد سوري البيضة اللي في مربع الدي فور بلعب سي سري بحمي البيضة وفي نفس الوقت منع نطة الحصان بتاعه ان هو يطلب الفيل بتاع لان الفيل دو فيل قوي وهنا انا محضر النقلة الجاية ان انا العب بيشوب اف فور واخرج بالفيل بتاعي وسيطر اكتر على مربع ال اي فايف فبالتالي في الموقف ده وممكن تلاقي ناس يفكر ان هم يلعبوا كوين سي سي سبن يمنع لك انتشار الفيل بتاعك في الوطر القوي دو ساعتها في الموقف دو لو عمل حاجة زي كده ومنع لي ان انا اخرج بالفيل من هنا ساعتها ببساطة انا بلعب الحصان في ال اي تو والنقلة اللي معديها بلعب بيشوب اف فور وبطلب الوزير بتاعه فبالتالي كده كده بحاول ان انا اخرج بالفيل في المربع القوي دو ولكن تعالنا افترض اني الاسود مش فاهم برضو وما منعليش نقلة البيشوب اف فور ولعب نقلة طبعية زي نقلة النايت اف سيكس انتشر بالحصان بتاعه ساعتها مش بنتشر بالحصان ولكن الاولى ان انا انتشر بالفيل لان الوطر دو زي ما قلت لكم مهم لان من الوطر دو انا بسيطر كويس جدا على مربع ال اي فايف وفي الموقف دو هو عنده حل من اتنين يا اما يلعب اي سيكس عشان ينتشر بالفيل بتاعه يا اما ينتشر الاول بالفيل وبعدين يقفل وبعدين ينتشر بالفيل التاني تعالوا نشوف لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب بشوب جي فور ينتشر الاول بالفيل بتاعه ساعتها بنتشر بالحصان عادي جدا اي سيكس بنتشر بالحصان التاني يخرج بالوزير طالب ان هو ياكل وزير في بيدا ببساطة باجي بالرخ بحمل بيدا بشوب اي سيفن ببيت بيبيت بلعب روك اي وان وهنا الابيض كويس جدا مش بقولك ان هو معا تفوق كبير ولكن الابيض خارج من الافتتاح مرتاح للوقتي انا ممكن افكر ان انا الف الحصان بتاعي هنا ممكن افكر ان انا امشي الفيل بتاعه بعد كده هيبقى معايا سيطرة كويزة على او سيطرة كويزة سوري على مربع ال اي فايف بعد كده ممكن يبقى عندي هجوم على الملك فبالتالي انا خارج من الافتتاح مرتاح ده لو افكر خصم ان هو يلعب في الموقف ده بشوب جي فور ويهدد الوزير بتاعي تعالوا نشوف لو افكر هنا الاسود ان هو يلعب مش بشوب جي فور ولكن ان هو يلعب اي سيكس يزيح البيداء خلاص هو مش عايز يخرج بالفيل ده ولكن عايز يخرج بالفيل التاني بسرعة بكمل بنفس الطريقة هي هي طريقة سهلة جدا بنتشر بالحصان يجي بالفيل عايز يكسر في الفيل مفيش مشكلة اكسر في الفيل ياكل بالوزير ابيت يبيت بلعب روك اي وان بحط الرخ بتاعتي في العمود النص مفتوح ده بسيطر اكتر على مربع ال اي فايف يلعب مثلا هنا اي سيكس ممكن افكر ان انا انتشر بالحصان ولكن في الموقف ده عندي كمان نقلة اقوى وهي نقلة اي فايف انطب الحصان بتاعي في المربع القوي ده محضر ان انا النقلة اللي جاية ممكن افكر ان انا اجي بالحصان واحمي الحصان بتاعي ولو افكر هنا ان هو يلعب مثلا بي فايف طبعا انت مش محتاج تحفظ اكتر من كده هنا ممكن افكر ان انا العب روك اي سري اطلع بالرخ بتاعتي قبل ما اخرج بالحصان محضر تضحيات يعني مثلا لو افكر ان هو يلعب نايت دي سيفن عايز يكسر الحصان بتاعي خلي بالكم في الموقف ده وما يقدرش ياكل حصان في حصان لاني ساعتها باكل بالبيداء طاضب وزيرك وطاضب حصانك فبالتالي بتخسر قطعة لو فكر هنا ان هو يمشي بالحصان عايز يكسر الحصان القوي بتاعي فخلاص انا بكسب الدور في الفبيداء كش بالوزير باجي بالرخ طالب كش مات في الصف التامن الكش مات دي مالهاش حل لو فكرت انك تمشي الحصان طبعا الحصان مازال مسيطر على المربع ده فبالتالي بديك كش مات وبكسب الدور فاذا بعد نقلة الاي فور لو خصمي فكر ان هو يلعب سي سي سيكس انا ببساطة بلعب دي فور بيداء في بيداء بلعب بشوب دي سي طالب ان انا النقلة الجاية ااجي بالفيل ولكن طبعا هو بينط بالحصان الاول بحمي طبعا البيداء طالب ان انا اجي بالفيل لو لعب لي الوزير في سي سيبن فانا بنط بالحصان مصر ان انا اخرج بالفيل من هنا اما لو لعب اي نقلة مسلا فانا خلاص بخرج بالفيل الاول اسيطر على الوطر ده وبعدين بنتشر بالحصانين بالحصان هنا وبالحصان هنا ببيت باجي بالرخ بسيطر كويس جدا على مربع الاي فايف بعدين ممكن افكر ان انا الف الحصان ازيح البيضة امشي الفيل بتاعه دور كويس جدا للابيض وفي نفس الوقت ابتتاح سهل جدا للابيض لو انت متبعين لحد هنا مساش تعمل لايك لان اللايك فعلا بيفرق ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس وده يعتبر اكبر دعم لقناة قصبرو في العرب. تعالوا نخش على الدفاع اللي بعده بعد مبلعب نقلة خصمي مش بيلعب دفاع السكلي خصمي مش بيلعب دفاع كاروكان ولكن خصمي بيلعب دفاع من دفاعات المشهورة هو الدفاع الفرنسي وهنا بنفس المنطق هو هو نقلة ممنعت ليش نقلة فبالتالي افضل نقلة ان انا العب دي فور بيلعب دي فايف باكل بيدق في بيدق وده برضو من التفرعات السهلة والقوية للابيض طبعا انا افكر ان هو ياكل بالوزير فانا نفس الكلام بكسب تنبو او بكسب انت شارع الوزير بتاعي اما بالبيضة اي اما ممكن افكر ان انا اكسب انتشار عليه بالحصان فبالتالي غالبا هو بياكل بالبيضة وهنا نفس الكلام هو هو اللي انا لعبت فكاروكان هلعبه في الدفاع الفرنسي هلعب بشوب دي سري بخرج بالفيل بتاعي طالب ان انا بعد شوية ألعب سي سري وبشوب اف فور واخرج بالحصان وحاول ان انا ابيت ينتشر مسلا هنا بالحصان وهنا انا بلعب بشوب اف فور بنتشر بالفيلين الاول مهم جدا انك تحفظ حاجة زي كده وهنا الاسود عنده حل من اتنين يا اما يفكر مسلا ان هو يلعب بشوب دي سيكس عايز يكسر الفيل بتاعي يا اما يفكر ان هو يلعب بشوب جي فور جاي مهدد الوزير بتاعي تعالوا نشوف النقلتين لو فكر مسلا ان هو يلعب بشوب دي سيكس عايز يكسر الفيل بتاعي فان ما فيش اي مشكلة. بأكل فيل فيoupel. زي ما اكلت في القاروكان برده. بأكل فيل في فيل. ياكل بالوزير. بلعب هنا سي س ري بأمن البيدأ بتاعي. يبيت. وهنا انا مش بنتشر بالحصان هنا. يعني في الافتتاح اللي فات انا كنت بنتشر بالحصان في مربع الف سري. ولكن المرة اللي فاتت كان البيدأ دو واقف هنا فبالتالي العمود دو انا مكنتش خايف منه. دلوقتي انا لو انتشرت بالحصان في مربع الف الكش دي قوية جدا هضطر ان ارجع بالفيل عشان ادافع عن الملك ممكن يجي بالوزير يمنعني متبيت لاني لو بيت ممكن ياكل وزير في فيل فبالتالي لا انا مش بخرج بالحصان من مربع ال انا بضطر ان انا اخرج بالحصان من مربع ال اي تو يلعب مثلا نايت سي سيكس ابيت وهنا انا اضوري كويس جدا طالب ان انا انتشر بالحصان في مربع ال اما لو نط بالحصان طالب ان هو يديني كش مات على طول الراجل مستعجل ساعتها انا بالعب باجي بالحصان طالب ان انا العب وامشي الحصان بتاعه ومعايزة يطالى كويسة جدا على مربع ال اي ف Developer وزيري يفكر ان هو يجي في المربع ده يجي مسلا بالوزير طالب مات اتش سري امشي الحصان بتاعه يمشي بالحصان بالعب with ڤ الابيض كويس جدا زي ما قلت لكم طالب ان انا انتشر بالحصان في مربعات دي ساعتها الحصان ممكن ينطق في مربع ده لو خصم يفكر ان هو يلعب بشو بدي سيكس ويجي يكسر الفيل بتاعي ولكن لو خصم يفكر هنا ان هو يلعب بشو بجي فور على طول ويهدد الوزير بتاعي ساعتها بنفس المنطق هو هو انا مش بخرج بالحصان من هنا لان الكش دي ممكن بعد شوية تتعبني فلا انا بخرج بالحصان بالمربع يلعب مسلا يهاجم على البيدأ بتاعي ساعتها انا بلعب سي سري بأمن مركز الرقعة ودور الابيض برضو كويس جدا دلوقتي انا محضر ان انا ابيت طالب ان انا بعد شوية انتشر بالحصان ممكن اجي بالرخ حصان ممكن يلف من هنا يدافع عن الملك ممكن افكر ان انا امشي بالوزير افك الرابطة حصاني ممكن يجي من هنا فبالتالي دور الابيض داخل مرتاح تعالوا نخش على الدفاع اللي بعده دفاع الفرنسي الدفاع سهل جدا تعالوا نشوف لو خصمي بعد نقلة لا لعب الدفاع الفرنسي ولا دفاع كاروكان ولا الدفاع السوكلي ولكن في الموقف دوا الاسود لعب اي فايف وطبعا ده من اشهر الافتتاحيات بالاسود وهنا انا مش هلعب نقلة النايت اف سي اللي ان فيها افتتاحيات كتيرة لا احنا عايزين حاجة سهلة وتديني لعب كويس في الموقف دوا انا هلعب نايت سي سري هنتشر بالحصان التاني حامل البيداء دوا محضر ان انا العب افتتاح وهنا الاسود عنده حل من اتنين يا اما ينتشر بالحصان دوا يا اما ينتشر بالحصان دوا تعالوا نشوف لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب نايت اف سيكس ينتشر بالحصان مهدد البيداء بتاعي ساعتها انا بلعب هنا اف فور بزيح البيداء بهاجم على طول على مركز الرقعة وهنا انت ممكن تفكر انك تاكل البيداء في بيداء ممكن تفكر انك تلعب ممكن تفكر انك تطلع بالحصان عشان تدافع عن البيداء شوية افرعات كتير ولكن برضو هتلاقي ان الدنيا سهلة جدا تعالوا نشوف لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب ويهاجم على طول على مركز الرقعة ساعتها انا باكل في بيداء طالب الحصان بتاعه هيلعب حصان في بيداء وهنا انا بلعب بنتشر بالحصان دور ابيض برضو كويس جدا طالب ان انا العب البيداء دوا بيداء قوي جدا بعدين بلعب بعدين ببايت معي عمود مفتوح فبالتالي مش خايف من اي حاجة فاذا نقلت في الموقف دوا بيداء في بيداء بطلع بالحصان ما عنديش اي مشكلة لو فكر هنا الاسود ان هو يلعب ينطب الحصان يدافع عن البيداء ساعتها باكل بيداء في بيداء بياكل بالحصان على طول بيهاجم على مركز الرقعة معي قوي جدا يمشي بالحصان هات الحصان تاني تمشي بالحصان طبعا معي سيطرة كبيرة على مركز الرقعة يلعب مسلا بيشوب بي فور بيشوب دي سري انتشر بالفيل بتاعي ينتشر بالحصان وهنا انا ببيت وطبعا دور الابيض احسن بكتير من الاسود سيطرة كبيرة جدا على مركز الرقعة الفيل دوا قوي جدا وكمان العمود دوا عمود مفتوح فيلي كمان شغال الفيل دوا تقريبا برا الدور ممكن العب لك اي سري اكبرك انك تكسر ساعتها الفيل دوا هيبقى قوي جدا والربطة دي هتبقى قوية جدا فبالتالي نقلة النايت سي سي سيكس انه هو يطلع بالحصان ويدافع عن البيضاء برضو النقلة دي انا مش خايف منها تعال نخش على الاحتمال التالت في الموقف دوا بعد نقلة الاف فور خلاص الاسود مش هيلعب نقلة الدي فايف الاسود مش هيلعب نقلة النايت سي سيكس ولكن هنا الاسود هياكل بيدا في بيدا ما تنسوش ان البيضاء دوا بلاش ساعتها في الموقف دوا انا بلعب نقلة قوية ان انا بازيح البيضاء طالب الحصان بتاعك وهنا ممكن تفكر انك ترجع بالحصان او انك تيجي بالوزير رابط البيضاء بتاعي طبعا لو رجعت بالحصان خلاص انا بنتشر بالحصان دوري كويس جدا تفوق واضح ليا حميت البيضاء بتاعي طالب ان انا ألعب دي فور يبقى معايز سيطرة كبيرة على المركز البيضاء بسترده بسهولة جدا فبالتالي ما عنديش اي مشكلة وبعد طبعا ما بسترد البيضاء بطلع بالفيل وبايت العمود ده بقى قوي جدا في الهجوم فاذا بعد نقلة انا مش خايف منها لو فكر في الموقف دو الاسود ان هو يلعب برضو نقلة مش كويسة هنا انا بلعب بخرج بالوزير بتاعي بفكر رابطة بقول له انت حصانك مضطر ان هو كده كده لازم يرجع دلوقتي انا طالب الحصان بتاعك حصانك مالوش اي مربعات كل المربعات دي المربعات دي كلها ممسوكة بالوزير بتاعي وبالحصان بتاعي انت مضطر انك ترجع بالحصان وهنا انا بلعب نايت اف سau характер بالحصان بتاعي وهنا بتكتشف ان وزيرك وقف وش الفيل بتاعك مش عارف تنتشر بالفيل بسبب ان الوزير واقف في مكان سيء فممكن تفكر انك تلعب دي سكس ولكن بتخسر الدور خلاص بنطued بالحصان هات وزيرك وفي نفس الوقت هات البيضاء تمشي بالوزير حصان في بيداك كش مالك هات مالكك وهات الرخ لازم تاكل باكل بيداك في بيداك كش مالك كش بالكشف لو غطيت بالوزير باكل وزيرك في الموقف ده انا اكسبت الدور فاذا بعد نقلة النايت تي سري بنطب الحصان بتاع حامل بيدا شفنا ان لو خصمي فكر ان هو يلعب نايت اف سيكس ساعتها بلعب له اف فور نقلة قوية تعالوا نشوف بقى لو الاسود فكر ان هو ما يلعبش نقلة النايت اف سيكس ولكن يلعب نقلة نايت تي سيكس ينتشر بالحصان بتاعه زي ما انا منتشر بالحصان ساعتها بكمل برضو بنفس الفكرة زي ما قلت لكم الافتتاح ده هو يعتبر اسهل الافتتاح بالابيض ساعتها بلعب اف فور نفس الفكرة بهاجم على مركز الرقعة ياكل بيداك في بيداك وهنا انا بلعب نايت اف سري بنتشر بالحصان بتاعي طالب ان انا لعب دي فور بعدين ااكل فيل في بيداك وهنا لو فكر ان هو يلعب دي سيكس يفتح للفيل بتاعه بلعب دي فور بزيح البيض في مركز الرقعة لو سبتني النقلة جاي ااكل في بيداك خلاص انا مش عايز حاجة تانية من الدنيا طبعا دوري كويس جدا مسيطر كويس جدا على مركز الرقعة معايا عمود مفتوح يوم ما بخرج بالفيل وببيت ساعتها ببقى فيه هجوم قوي جدا على مربع الاف سيبن فبالتالي ممكن تفكر انك تلعب جي فايف وتدافع عن البيضة في الموقف دو انا بكمل ان انا بزيح البيضة طالب الحصان بتاعك طبعا حصانك لو رجع وراء فده ميزالية ولو فكرت في الموقف دو انك تطلع بالحصان في مربع ساعتها هنا انا بلعب بيشوب بي فايف كش مالك بتغطي بالفيل باكل فيل في فيل طبعا لو فكرت انك انت تاكل بالوزير ساعتها وزيرك مشي وساب البيضة دو مش محمي ساعتها باكل حصان في بيدا ودوري كويس جدا ولو فكرت بعد فيل في فيل انك تاكل بالحصام ساعتها انتسبتلي الوطر دوه ساعتها بطلع بالوزير طالب ان انا اكل الرخ بتاعتك ممكن في الموقف دوه تفكر انك تلعب اف سيكس تزيح البيداء عشان تقفل الوطر دوه خلي بالكم النقلة الطبيعية اللي هي نقلت مايت اف سيكس عشان نقفل الوطر وفي نفس الوقت هبقى انتشرت بالقطعة بتاعتي النقلة دي مش موجودة لاني ببساطة باكل حصان في بيدا النقلة اللي بعديها طالب ان انا اكل فيل في بيدا دوري كويس جدا بكسب الدور فبالتالي بعد انت مضطر انك تلعب اف سيكس عشان تقفل الوطر دوه وهنا انا ممكن افكر ان انا اكل حصان في بيدا بفكرة انه لو اكل بالبيداء ساعتها انا باكل وزير فرخ ببقى كسبت فرق ولكن النقلة دي ما بنصحكش بيها لانك انت كده بتخسر الدور ليه بخسر الدور لاني هنا الاسود بيلعب نقلة كوية ينطب الحصان حامل الحصان بتاعه وفي نفس الوقت حامل البيداء الوزير تقريبا اتحبس دلوقتي هو طالب انه يجي بالوزير هنا ويجي بالفيل يطلب الوزير بتاعك وبتخسر الدور فبالتالي بعد نقلة الاسود انا مش باكل حصان في بيدا ولكن بلعب نقلة تانية كوية بلعب مش حصان في بيدا ولكن بلعب بزيح البيداء دلوقتي انا طالب ان انا اكل بيدا في بيدا لانك يوم ما بتاكل بالبيداء ساعتها ممكن اكل وزير فرخ لانك يوم ما بتغطي بالحصان ابسط حاجة عندي ممكن افكر ان انا اكل رخف بيدا فبالتالي دلوقتي انا طالب ان انا اكل بيدا في بيدا لو فكرت انك تزيح البيداء طبعا لو زيحت البيداء ده ملوش اي لازمة لاني باكل بالبيداء لا بتقدر تاكل كده لاني باكل رخك ولا بتقدر تاكل كده لاني برضو باكل رخك فبالتالي البيداء ده هو متهدد وصعب انك تحميه لو فكرت انك تزيح البيداء ساعتها بلعب نايت جي فايف طالب ان انا انطب الحصان في المربع القوي ده وساعيتها طبعا الحصان هيبقى يعني مجرم حرب فبالتالي انت مضطر انك تاكل وهنا انا باكل وزير فرخ طالب الحصان بتاعك وكمان طالب البيداء ويوم ما تفكر ترجع للفكرة القديمة انك تجي مسلا بالحصان ده وهنا ساعيتها باكل بيداء في بيداء او لو فكرت انك تطلع بالحصان التاني برضو باكل بيداء في بيداء طالب الحصان بتاعك النقلة اللي بعديها طالب ان انا اكل رخف بيده في الموقف ده انا بكسب الدور لو عايز تبقى لعب محترف شطرنج صح وتلعب افتتاح قوي مش بس بالابيض ولكن كمان بالاسود ممكن تلعب الدفاع السوكلي اللي مفيش بطل من ابطال العالم ما لعبوش ممكن تتفرج على الدفاع السوكلي من هنا بلخصولك بس في 49 ديئة شوفكم على الخير ان شاء الله الى اللقاء